ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعمل السعودية على استكمال متطلبات أكثر من 25 دولة مستهدفة بتصدير الصناعات الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه رفع مستوى جودة الصناعة السعودية وتعزيز القدرة التنفسية للصناعات الأخرى وتقوم الهيئة العامة السعودية للمواصفات والمقييس بحسب صحيفة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم بعض الخدمات التي يحتاج إليها المنتجون والمصدرون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الجديدة والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية في إطار سعيها نحو جذب الاستثمارات الدولية أعلنت بورصة الكويت اعتمادها لنظام فوتسي راسل للتصنيف وذلك لجميع أسهب الشركات المدرجة في أسواقها اعتبارا من يونيو الجاري معيار فوتسي راسل لتصنيف القطاع هو نظام شابل معترف به دوليا ويتم من خلاله تصنيف الشركات المدرجة والأوراق المالية إلى أربعة مستويات بحيث يتم تحديد تصنيف المناسب لكل شركة بحسب القطاع ووفقا لطبيعة عملها اعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن استيناف العقوبات الأمريكية وهروب 46 مليار دولار من رؤوس الأموال الإيرانية إلى الخارج يشكل السبب الرئيس وراء الارتفاع الحاد في سعر العملة الأجنبية الصعبة الدولار وأقرت وكالة التسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الإيرانية الريال دفع بخروج 32 مليار دولار من رؤوس الأموال الإيرانية إلى الخارج وكذلك تراجع مستوى احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الصعبة الدولار بمقيمته 16 مليار دولار خلال الفترة الماضية بدأ وزير التجارة الأمريكية ويلبر روس محادثات مع المسؤولين الصينيين في بيكين بهدف إيجاد طرق لتضييق العجز التجاري بين الجانبين وتعد زيارة روس إلى الصين الأحدث في سلسلة من الزيارات المتبادلة لمسؤولين صينيين وأمريكيين بهدف حل الخلافات التجارية بينهما وعلى رأسها العز التجاري الأمريكي مع الصين والبالغ 375 مليار دولار وكبح دعم الصين لشركات التكنولوجيا